طبعا محمد نبوي المعلم ده اللي كان بيطلع يدافع عن السيسي واللي عامل فيها الوضع اللي عمل صور التلاتين يونيو اه حكشوه حكشو بمخدرات ما هو عباس كامل كان يعني بيشتغل في المخدرات ترامدول ومحمد ابو العنين اتزبط له تريلا فيها ترامدول يا من رئيس مرسي وتقفل عليها واللي اقفل عليها السيسي نفسه اه والله كان في المطار يعني حاجة والله يا اخي شوية زبالة لم ارى مثلهم طيب عندك المعلم محمد نبوي طلع ايه بقى دلاتي طلع هروفين ها والتاني اسمو بانجو والتالت برايز وكبرهم مين بقى كبرهم عباس كامل لا مش عباس بس شوف الصور دي بالراحة كده واحدة واحدة ده مع مين مع الانسة الفاتنة الاستاذة المتحدث الرسل جاذب النساء ما ان هو يعني صورته واحدة سيدة ناسف يعني والتالتة معاه موجود ايه هات يا عم كمان صورة بعد ازل حادثك ده مع بابا 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 ده تجل المخدرات روح يا ابن اشتغلك في حاجة واحنا نسطر عليك واحنا نسطر عليك ما هي الدولة ماشي كده ناس بتهرب اثار وناس بتهرب مش عارف ايه وانت روح يا ابن حطته ايده على كتفه دي بابا زعيب بس هو مبسوط بيه مش عيب اخلاقي يعني انت فهمش غلط لكن يعني ان انا محتضنك برضو محتضنك مش حاجة غلط يعني انا ابوك في الجيش بيعمل كده بيعتبر لازم يكون لك اب فده السيفن اب بتاعه والله يشاربين هما الاتنين بص مبسوط راجل ازاي ده لسه كمان ده صورة بعد ازل حادثك خلينا نشوف الحاجات الحلوة دي ايوه الاخ محنت فهو اللي هو بلحة وبيسلم على الاخ اه بنجو ماشي بنجو بقى بودرة بودرة حلوة بودرة دي يبقى محمد النبوي بودرة اه محمد بودرة لو لم اكن مصرين لو اددت انا هكون مصرين يلا لو لم اكن لما اغزى ابو درجي لو اددت انا هكون شماما مع تحيات بلحة بس يعني الراجل الواصل وهو مش ده بقى كمان فيه سور تانية الراجل مش عارف قابل الواحد ايوه يعني الراجل ده مخترق الصف العسكري وطلع بيشرب وبعدين قال لهم انا هعمل واسوي فاتصلوا باحد الوقات عروضوا معنا الوقات محمد بودرة نعم فيه قالوا دي يتحبس يلا هبسوه طبعا هيطلع المفترض انه يطلع تعلم عليه وبعدين تطلع القضية انه اللي ايوه حتى معها ما ميقش لا اله الا الله يا راجل والله انتو عيال زي الفل اه كده اه يعني مفيش صورة مع محمود السيسي مسلا مش مفروض بقى فيه صورة مع السيسي مفروض يعني مش عايزول حد تاني بس السيسي محمود السيسي يا راجل اهو ده لوحدهم بقى اللي هو في الكورنر البعيد اسمه الركن البعيد لايه الهدي دول بقى اللي عملوا صور تعطيني يا جماعة ومشوا الاخوان خلا بقى اه 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 بقول لك او الراجل بقى على فاكرة كلهم بيعملوا كده حتى محمد بنسلمان كان يام صح انتشوفه محمد السيسي والراجل اسمه اه اللي قال في كتاب اه نار وغضب قال لك ايه قال لك محمد بن سلمان عتيد يعني اه مش هده روين جامد او طرق العوض المحامي بيقول لك واول مقابضوا عليه قاعد يزعوي لهم انا صديق الاجهزة قال له ما في حاجة اسمنا صديق الاجهزة مش عيب لما تتكلم على الاجهزة كده وصديق الوزير اتصلوا بالاجهزة قال لهم احنا ملنا احنا ملنا خدوا اجراءاتكم من قرنية مخدرات يا محفنين ده مين ده طرق العوض لقى اتو مصر يعني عارف ان دي لها مؤاخزة صفيحة زبالة يا زبالة كلكم على بعضوكم اه ابقعد قول للسيسي ما يعرفش عسنا ليه بقى رئيس مخابرات عبيت قوي المفروض ان هو عارف عارف الارد بخبر هرين فين مش كده اللي هاكن اهو واحد ورد تاني ايوة مع مين بقى مع الابن 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 الوادي يعني بقى زعيم زي ابوه اللي خربها وعلى ايده اليمين بنجو وعلى ايده الشمال بودرة والمؤتمر العام الاول يلا ربنا اوفقهم كلهم مع بعضهم طبعا الحقيقة بدأت بمرتادة باين ها وهتسحب بقى يعني بصراحة انا خايف عن مفتي بعد النهاردة الخبر انه يعني الحديث المجذوب ده خايف عليه والله يلا كلها زبالة وهتروح